يا صباح الفل، صباح الإشراق، صباح الصحة، صباح البركة، نهاركم سعيد وكل الأمنيات الحلوة دايماً لمشاهد ستات عالم نهار كل سعادة دايماً بوجودكم وحضركم معنا الشعب المصري خفت دمه وحكمته من جدران المعابد للميكروبوسات للعربيات تؤكد صراء هذا الشعب والاتساع اللي عنده الكبير جداً مش الزدوجية، هو فيه اتساع فيه حضور مختلف عن أي شعب في الحياة ويمكن عشان كده المقارخ الكبير جمال الحمدان عمل دراسة سجل فيها ودون فيها العبارات المكتوبة على المقابر، على الهدران، على كل الأماكن اللي كان فيها كتابات بتعبر عن الحكمة، عن الغضب، عن السخرية، عن عن للمصريين وعملها تحليل بديع إن شاء الله مرة نجيب الدراسة دي ونتكلم عنها ولكن واضح إن الدراسة اللي عملها جمال الحمدان هي مستمرة، لو هو عايش دلوقتي كان نكملها فإحنا طول الوقت بنشوف عبارات بتختصر حكمة المصريين وحس النقطة اللي بيميزهم واللي بيتورسوها جيل جيل الموروس الشعبي أو التراث الشفوي ده من الحاجات المهمة في الشخصية المصرية المحكي عبر الحاجات الشعبية والأمثال الشعبية والأغاني التقليدية العبارات دي بدأت من الجدريات القديمة في المعابد والبرديات وانتقلت لنا في شكل عبارات ورسومات في التراس المعماري في الريف والصعيد والنوبة على البيوت عبارات بتودع الحجاج وتستقبلهم مثلا أشعار وكلمات وتمائم على الحلي والمجوهرات أماكن العبادة، المساجد، الكنائس فيه آيات منقوشة ومحفورة في الجدران وفي الأسقف وفي الأساس واضح أنها كمان في الوجدان وتعلق المصريين بالعبارة أو الجملة الحلوة اللي بتدي فعل حلو أو تدي أمل أو تبشرك بالحظ السعيد زي يتعلقهم بالنقطة وحس السخرية والكوميديا اللي بتهون عليهم أوقات صعبة أو يقولوا حكم مش لازم حاجة تبقى كوميديا أو سخرية بيقولوا حكم فيها من السخرية وفيها خلاصة الحكمة فدي يبدو أنها عادة متأصلة فينا كمصريين وبنورسها بالجين يعني الجينات في الفكرة دي قوية جدا ناخد مثل بسلا ونتأمل الحكمة وخطفة الدم اللي بنلاقيها في الأمثال الشعبية أو الحكم اللي بتطلع إبداعية عفوية كده بنشوفها على العربيات وإحنا ماشيين بقى والزحمة وبتاعة فبنركز في حاجات كتير فمثلا وده مثل معروف يعني بس إن انت تشوفه مكتوب على عربية بيستوقفك وبتبتدي تفكر فيه تاني اللي خديته الأرعى تاخده أم الشعور تخيله كده هو مدهش في حكمته اللي عايز يوصلها لك اللي لا مبالاة في بعض الوقت فلسفة والمفارقة الزكية المضحكة اللي بتخليك تحفظ القاعدة وتفكر تهون على نفسك بنفس المثل مرة بعد مرة يعني الإحباطات الحاجات اللي صعبة في الحياة بتهونها لما تشوف عبارة أو مثل زي ده يا مرحب اللي قتم بأسماءهم اللي قاتم بأسماءهم أحيوا اللي ماتم شايفيني السجع والإقاع الموسيقى في الكلام الفكرة إن إحنا لما بنسمي على أسماء أباءنا وأجدادنا وأجداد أجدادنا الاختصار اللي في نفس الوقت اللي بيدي المعنى المقصود إحنا كأننا بنحمي البقاء ده أو التراث ده والامتداد اللي حصل لنا دي فكرة العبقرية اللي بتتقال عن تاريخ مجموعة من البشر عاشت حضارة كبيرة وحقيقية وهو ده الأثر اللي بيفضل مهما تغيرت الظروف الناس في وقت من الأوقات بتلاقي جواهم حكمة معرفوش هي جات منين أنا ممكن أترجم كمان المثل ده اللي انت بتخسرهم بيجي اللي يحييك بدلهم يعني اللي انت بتخسرهم اللي بيخنوك اللي بيقعوا منك اللي بتتصدم فيهم اللي بيخزلوك بييجوا اللي بيبعثوا الحياة فيك من جديد خلينا ناخد أمثلة تانية من العبارات المتهشة اللي بنشوفها على الطريق كل يوم وممكن تصل علينا سعادة في اليوم لما نقرأ جملة لذيذة ومضحكة الصبح على الطريقة العربية فيتة بسرعة أو في وسط الزحمة معاك الجو والتأخير بيخلينا نقعد نتأمل حاجات كتير من الحاجات اللطيفة جدا تاخدوا كام وتبطلوا كلام احنا في موضة الكلام والترند والناس يعني بتحكي على الناس حكايات غير حقيقية والناس بتعمل على الناس إشعاعات يعني احنا عالم كلام يعني احنا عابرون في كلام من عابر بس يعني الكلام اللي احنا بنعبر فيه هو كلام صعب جدا أو رديء أو غير حقيقي أو غير دقيق أو غير إنساني فتاخدوا كام وتبطلوا كلام فيه بقى حد عبقاري بقى قالك يخليلي حماتي اللي جابت حياتي يا سلام ده بقى ايه؟ عبقاري بقى عبقاري بيبدع فيه الناس تشوفها مجملة وناس تشوفها مبلغة وناس تشوفها كذبة بس في كل الأحوال دمك خفيف وعبقاري برضو الكلمة الحلوة بتفتح القلوب فخلينا ناخدها إنه هو من قلب قلبه مش إنه هو بيمثل ولا بيدعي فيه جملة بقى بتعجبني جدا جدا أنا عقية جدا وفيها رمزية مهمة جدا الباشا من هبته بيتشتم في غبته طول ما الناس مش عارفة وجهك بتكلم ورادارك ده معناه إن انت باشا وإن انت متحقق وإن انت ناجح وإن الناس كره هذا نجاح وإن الناس مستقترة عليك هذا النجاح فدي نفوس رديئة وسيئة جدا وده مثل متهش جدا فيه مثل برضو أو جملة كده بشوفها كتير راجل الجد ما بيجيبش سيرة حد يعني ده حقي إحنا ما نجيبش سيرة حد إحنا نشغل بنفسنا ونكلم عن نفسنا ونصلح من نفسنا مناش دعوة بالآخر إن بص في كراستنا مش في كراست الناس النزاهة بتاعتنا بس الظروف منعتنا ده الشعب المصري بقى اللي هو آه عنده كل الرفاهية وعنده كل النزاهة بس ظروف مش شغلتنا بس أحسن من قعدتنا ده بيعمل العمل هيبة العمل روح العمل الحاجات الحلوة اللي بيتهنى العمل فنشتغل نعمل أن نحب ما نعمل حتى نعمل ما نحب ونحب العمل بشكل عام العيب مش في الحديدة العيب في السوائين الجديدة ده بقى بليغ جدا ينطبق على كل حاجة السواء مش هو اللي بيسوق عربية السواء ده اللي هو بيسوق بينا أي حاجة أي إدارة أي حاجة فده حاجة مدهشة جدا جدا دي مجرد أمثلة سريعة بتورينا حكمة وزكاء وقدرات المصريين في التعبير عن نفسهم وتجاربهم ومشاركة ده على الملأ واللي هو مدهش دايما وحلو دايما ورائع دايما وفيه من الحكمة ورسائل الكتير ترجمة نانسي قنقر